كل الطبقات لازم نسقيها نكهات حلوة فأول حاجة هنا هنشرب العيش شوية من الدقة وشوية من السلطة عشان تبقى النكهة في كل الطبقات مايبقاش مجرد طبقة عيش ناشف وبعدين هنيجي هنا على الرز دي بسم الله نحط الرز دي مرحلة التقديم كل حاجة ممكن تتسخن غير اللحم اللحم تطلع فرش والرز زي ما شفتوا سبناه سخن اهو نحب العيش يفضل باين كده عشان يفضل شوية كرنشي وشوية طري تحت هادي الرز طب هنحط اللحمة المفرومة فين هعمل مكان هنا كده عشان نقدمها بشكل حلو هتنحط الدقة هنا وهاخد طبق وحطه هنا عشان نقدمها بشكل لذيذ هنسقي الرز بشوية من الدقة اهو عشان يبقى برضو الرز متشرب شوية من الشربة الشربة اللي حطنا لها برضو شوية من الدقة عشان طعمها يقل طعم الداني اللي مش مرغوب قوي هنحط طبعا في الآخر الصلصة تعالوا ناخد اللحمة بسم الله هاتوا الطبق ده علينا هنا أسهل ونحط اللحمة المفرومة طعمها يا جماعة يجنن والولاد هيحبوها جدا الكوبار هيحبوها بس قصدي الولاد بيحبوا اللحمة المفروم أكتر من اللحمة اللي بالعضمي يعني نادرا ما الولاد يردو يكلوا عندي وعارفة عند ناس كتير لحمة تبقى بالعضمي فهنحط ده كده فتتنا النهاردة محتفزة بالطعم الأصلي بطرق تقديم وقطعيات جديدة قادي ده كده ناخد هنا شوية من الصلصة بسم الله ونوزعها حوالين اللحمة ونحط لها شوية لون أخضر حل شوية كزبرة خضرة لأنه كزبرة من أساسيات الفتة إيه رأيكم قادي أول طبق فتة فتة اللحمة المفرومة هنحطها هنا تعالوا نعمل فتة الشاورمة بنفس الطريقة هنسقي شايفين كل الخطوات زي بعض مع اختلاف طريق تقديم اللحمة في كل الوصفات اللي عملناها ونحط لها شوية صلصة عندي رز تاني نغرف ده ونحط كمان عندي كزا حلة رز وكلهم سبناهم أصلا في أحجام مختلفة موجودة للبقجة عشان لو في أكل يبقى حجم الحلة صغير ما يبقاش وإحنا مننقله بتحرك جوه البقجة خلني أجيب الرز التاني كل سنة وإحنا كلنا طيبين يا رب دايما نحتفل في ميز شو مع بعض بكل الأعياد وكل المناسبات لا يا كنترول عايزة أكتر من دقيقتين هعيد عيدية بقى انتو كرمة وإحنا إيه من دقيقة واحدة زيادة تحدي دايما تحدي دايما ما صاربوا عني بتحية لكل أمهات اللي وقفة بتحضر بتبقى الأكل وهي عايزة تقدم صفرة حلوة وصخنة وأكل طعمه حلو والكل مستني تعالي ناخد الشاورمة بسم الله الرحمن الرحيم نحط لحمة الشاورمة ريحة جنن كيف هي الكمية دي وبرضه نحط شوية كزبرة ونحط شوية من الدقة على الرز وعلى اللحمة وشوية من الصلصة إيه رأيكم باختراع فاتة الشاورمة دي عملتها السنة اللي فاتت على الإنستجرام والناس حبيتها جدا بالذات اللي ما بيحبوش العظم بشكل عام مع اللحمة